الضبابية التي تطال عملية الانتخابات الرئاسية في ليبيا خلفت إحباطاً وصمتاً داخليين، لكن صداها دولياً كان أشد. بيان خماسي لفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة دعا بلهجة حدى السلطات الليبية لوضع جدول زمني لإجراء الانتخابات في أقرب وقت. كما شدد البيان على ضرورة أن يتم نقل السلطات الحالية للمؤسسات المنتخبة بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وعدم عودة المرشحين من أصحاب المناصب لمزاولة مهامهم مجدداً حتى إعلان نتائج الانتخابات تجنباً لتضارب المصالح في إشارة لرئيسي الحكومة عبد الحميد البيبة والبرلمان عقيل صالح إضافة إلى قائد الجيش الليبي خليفة حفتر الذين من المفترض أن يعودوا لمهامهم السابقة وفق المادة الثانية عشرة من قانون الانتخابات. البيان هدد أيضاً بمحاسبة من يهدد ويتلاعب بالعملية السياسية والانتخابية في ليبيا سواء كانت أطرافاً داخلية أو كيانات خارجية. الحراك السياسي داخل ليبيا يختلف عن لغة البيان الخماسي. البرلمان سيعقد جلسة لاثنين المقبل ومن المرجح أن يرأسها عقيل صالح لبحث خارطة طريق جديدة وإعلان مصير الانتخابات الرئاسية المتعثرة. الخيارات المطروحة أمام البرلمان تسير باتجاهين. الأول يبحث اقتراح مفوضية الانتخابات بتأجيل انتخابات الرئاسية للرابع والعشرين من يناير المقبل. وبحث إمكانية تعديل قوانين الانتخابات التي اعتبرت المفوضية أن بها قصوراً تشريعياً مرتبطاً بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية. وهو الأمر الذي دفع بحسب المفوضية إلى عدم إعلان القائمة النهائية للمترشحين وبالتالي وقف العملية الانتخابية. أما الاتجاه الثاني للبرلمان هو بحث مصير الحكومة الحالية بعد مطالبات عدة برحيلها. لكن السفارة البريطانية في ليبيا كان لها موقف مختلف حيث أعلنت أنها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات. وأنها لا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية مستندة بذلك على خارطة طريق ملتقى الحوار والاتفاق السياسي الليبي. اشتركوا في القناة